عن الوضع الميداني والإنساني معي من رفح بجنوب قطاع غزة مراسلنا حازم البنة حازم تطورات كبيرة هناك في القطاع ضربات إسرائيلية متكررة رغم قرارات مجلس الأمن وأيضا وضع إنساني متردي وصل للمجاعة كما قال المسؤول الأممي أين نقف من هذه الزوايا ومن هذه التطورات نعم تحية لك ماجد في الواقع ما يزال الجيش الإسرائيلي يراهن على شراء مزيد من الوقت وتحقيق مزيد من الأهداف في ظل يعني تعثر في مفاوضات وقف اطلاق النار وأيضا تعثر فيما يتعلق بمستقبل الأوضاع في منطقة رفح وهذه النواة الإسرائيلية بمحاولة الدخول إلى هذه المدينة حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي ما زال يواجه تحدي عدم القدرة على استكمال تطهير جميع المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في أشهر ماضية ما تزال هذه الجيوب تنشط وتحاول حركة حماس فعليا إعادة تشكيل صفوفها في عدد من المحاور التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي سواء في شمال قطع غزة في وسط المدينة في منطقة خنونس وبالتالي هذه المعركة لا بد أنها واضحة المعالم في ظل استمرار توغلات إسرائيلية جديدة في محاور مختلفة ما زلنا نرى بأنه في محيط مجمع شفاء الطبي يحاول الجيش الإسرائيلي استكمال تنفيذ توغلات جديدة نسف عدد من المنازل إجبار عدد من السكان بالنزوح باتجاه مناطق شواء الشرق مدينة غزة أو حتى باتجاه مناطق الجنوب في منطقة محيط حي الأمل لا زال الجيش الإسرائيلي أيضا يشتبك مع مجموعات من المسالحين الفلسطينيين يكشف مزيد من الأنفاق كما يقول حتى يوم أمس اكتشف نفقا في هذه المنطقة يمتد من شمال القطاع حتى جنوبي بطول تقريبا ثلاثة كيلومترات وقام بتدميره بنحو ثلاثة أطمان من المتفجرات أيضا في منطقة الوسط في المحافظة الوسطى لازلنا نشهد في محاورها الشرقية أيضا اشتبكات متجددة نسف لمدينة الأسرة نحو 21 بناية تقريبا جرى تدميرها واللافت صباح هذا اليوم بأن بلدية البريج والزوايدة تحدثوا بأن الجيش الإسرائيلي قام بنسف مقر بلديتي البريج والزوايدة ونسف المقدرات فيهما من خطوط المياه وغيرها من الصرف الصحي وبالتالي يقولون بأن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يجعل هذه المناطق غير صالحة للسكن وبالتالي كل مظاهر الحياة الآن باتت معطلة نتحدث عن عداد كبيرة من الضحايا في مناطق توضل قوات الإسرائيلية مازالوا ملقون على غادة تستطيع التواقم الوصول إليهم الأعداد التي تصل إلى المستشفيات ليس فقط هي التي هي النهائية وإنما هناك أعداد مازالوا في مناطق التوضل في الأماكن المحاصرة لا تستطيع التواقم إحصائها وبالتالي الأوضاع الإنسانية ما تزال قاتمة وسيئة وزارة الدفاع الإماراتية ما تزال تقوم بعمليات الإسقاط ضمن المساعدات بالأمس سهدنا أربعة أطنان تقريبا أقيت على مناطق شمال قطاع غزة أيضا القيادة الوسطى الأمريكية أيضا بالأمس قامت لإسقاط مجموعات من المساعدات 46 تقريبا ألف وجبة ألقيت على مناطق الشمال وهذه الإسقاطات عملية مهمة جدا لأنها تسقط في المناطق التي لا تستطيع السكان الخروج منها أو عالقين فيها المناطق المعزولة وبالتالي هذا ربما يحد من المجاعة الكبيرة التي بدأنا نشهد أعداد كبيرة من الأطفال يموتون جوعا في هذه المناطق الشمالية التي لا تصلها كميات كافية من المساعدات من رفاح بجنوب قطاع غزة مراسلنا حازم البرنة شكرا لك